موسيقى بالنسبة للمشكل اللي كانوا قاعدين مع خويا هو بأنه كانوا خرجوا شي صور وترسلوا في الفيسبوك دي الخويا وهدوك الصور أنا عارفة بأنه كانوا عند هدوك سيد الله يرحمه ومن بعد داز هدوك المشكل معاه من بعد جاه هدوك سيد وصرح لي بأن شناس من عائلته شناس قراب منه بزاف هم اللي هزوا هدوك الصور وحطوهم ماشي هو وأنا متأكدة وخد هدوك المشكل كله أنا متأكدة بأن هدوك سيد ما عمره ما كان غدي دير شي حاجة ولي نفتار يدار هدوك شي إلا وكان شي حد لي ضغط عليه من الفوق حيث عمر هدوك سيد ما كان كيف فكر يحطني في واحد موقيف خيب بالعكس يعني كان حاطني في واحد المرتبة عالية بزاف والناس بنحمد كامل كيشهد حيث هو رمشي كان كيجي عندي يعني بتخبيه كيف ما كيقولوا الناس كان كيجي عندي قدام ببضارنا كان كيجي عندي تيخرج معي قدام ناس كانت تعرض عنده مع الناس يعني ماشي ما كانش كيخبيني قدام تشي واحد كل شي الناس كانوا عارفين وغير الناس حطوا هدو الفكرة بأن واحد العلاقة كانت سيئة هو كيف وكيف أي راجل كانت غا تكون عنده مزوج بغي تزوج مرة تانية يعني عادية أنا بالنسبة لي هدو الفكرة عادي موسيقى 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 موسيقى